انتخابات مجالس المحافظات تعود مرة أخرى لتفتح باباً آخر من أبواب الفساب يسبقه باب الاغتيالات بسبب السباق المحموم للسيطرة على المناصب والمكاسب فقد كشفت تقارير صحفية عن مخاوف من حدوث عمليات اغتيال لمرشحين محتملين بانتخابات مجالس المحافظات مشيرة إلى أن انتخابات عام 2014 شهدت اغتيال ما لا يقل عن 15 مرشحاً كما أعلنت مرشحة عن مجلس محافظة ديالة انسحابها من خوض الانتخابات بسبب تهديدات بتصفية ابنها في حال استمرارها بالترشح يتنافس نحو سبعين حزباً وتحالفاً سياسياً وأكثر من ستة آلاف مرشح على مقاعد مجالس المحافظات في الانتخابات المحلية المزمع إجراؤها في العراق خلال شهر كانون الأول القادم والتي سيتمخض عنها تشكيل الحكومات المحلية وذلك بعد قرابة 13 عاماً من أول انتخابات محلية أجريت في البلاد ليتم حلها نتيجة فشل تلك المجالس في توفير وتأمين الحد الأدنى من الاحتياجات المعيشية للمواطن العراقي وترد البنى التحتية في كافة المحافظات فضلاً عن تورطها في العديد من أوجه الفساد المالي والإداري فيما أكد نواب أن القوى السياسية والميليشيات الموالية لإيران تريد الهيمنة على مجالس المحافظات لذلك تدفع باتجاه الاغتيالات السياسية أصحاب القرار من الكتل السياسية المتنفذة يمارسون عمليات خداع المواطنين واستغلال أوضاعهم الإنسانية من أجل كسب الأصوات الانتخابية للاستحواذ على السلطة بأية طريقة بحسب مقام قضاء بعقوبة عبدالله الحيالي بينما أقر النائب محمد الخفاجي باستغلال المحافظين لملف التعيينات ومشاريع توزيع الأراضي لأغراض الترويج الانتخابية فضلاً عن استغلال المناصب الحكومية والنفوذ وموارد الدولة في الدعاية الانتخابية الانتخابات في العراق بشكل عام تصرف لأجلها الأموال الطائلة ويروج الفاسدون لأنفسهم دون خجل من تاريخهم الحافل بالفشل ويحتد الصراع والاغتيالات فإذا انتهى عرض المسرحية اجتمعت الأحزاب والميليشيات الموالية لإيران لتقرر من الفائز في الانتخابات